صباح الخير هايدي هالرسالة لمستر بوتين ومستر لافروف بدي بلش بالعنوان From Russia with Love ما رح الله قدش مغرومين فيك السياسيين اللبنانيين مغرومين فيك هزا الفيديو رح اكتبوه بالانجليزي على الفيسبوك حتى وزعوا للسفورة الروسية بي بيريز وبي لندن بدول السبع الصناعي وبالأمم المتحدة حتى يقرأ ما رح الله قدش مغرومين فيك السياسيين اللبنانيين خصوصا خصوصا اللي كانوا نافذين من قبل النظام الإرهابي بسوريا أنا زاك تبع بات الأسد بكل المدة اللي قضيها بالوظيفة لياس الهريوي ويميل الحود وهني وزراء ريكبين ما رح الله قدش مغرومين فيك لما بيتطلعوا فيك وبعيونك بالغروم طيب فروم راشا ويزلاف مش هيك بدنا نقلون معلشي شغلي بسيطة كتير مستر بوتين ريحين تيبوصو لك سبوتك وإيديك تتعمل لني الحماية اعطينا مركز بس بس خوضم قبيل المركز هالها المجموعة لقناد لك عن نصر إيم مليارات الدولارات على رأس نطاها ونجيب مقاضي وما بدي عدلك حالي تيتنزل لها تحت مليارات كيف جبتن ع السهرة للفيزدين اللي عملوا كورربشن على ميل الشعب الروسي عزمن ع موسكو وقلن مثل ما عزمتن هوليك على الكريملين وعملت لنها العشا وخطيت لنها الفوتكا وقلت لن بالآخير هيدا المبالغ اللي بتكن تردوها للدولة فهالقلن بتكن توصفو هالقد مليارات الدولارات صار إيم مليارات الدولارات من دولة لبنان هني قريبا معن حماية القانجستر باندس حصل بحسب الله هني بدني هنوك على هالعمل العسكري اللي عملته بسوريا ضربت الناس البريئين ودمرت المدن بتيوروتين ما بدوش يخط حق أهله منهم قلن أهله وساله فيه كنم موسكو وصفوا مصريات كن بها الشركة كل واحد قلنوا إعلام من المليارات قلنوا بدك توظفهم بالشركات الروسية وإلا بدي شيلك ويجيب غيرك بيضاعتك طبعن شي كتير بسيطة القصة بدي يتبنى غيرك شو بيعمل وقلن بك انت حطوا مليارات الدولارات ما بقبل ملايين بالبنوك الروسية ما قالك بيضوت تحكيها الحكي أنا رح أحكي عنك ورح وديها لك إيه هلو عم بيصحول إياها بالإنجليزي كتبته ما طب خلص التصحيح رح خطها على الفيديو ويكرم عينك ورح وديها لكل هالسفارات اللي عندك إهم بدول السبعة الصناعية هني شغلتون يحموا السلطة وميلون ليه هنوا لولادون شعب لبنان ما بيعني شي لقلون الفساد من فاقل تحا وخصوصا خصوصا 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 الموارنة السياسيين الموارنة والسنة اللي وضعهن نظام بيت الأسد وحكة من هالبلاد وذلو هالناس طلاب من البطرك الراعي كمان عندنا ميل كتير البطركية كسر عن رأبطة كسر عن رأبطول بشورة الراعي هيك حكي أنا عن علمك معلشي أنا موروني عن علمك قلوا هيدا المبلغ اللي بتكنتحطوه بالتوظيف وهيدا المبلغ اللي بتكنتحطوه بالابنوك هدايا ومهدايا بوغدانوف صور عندو كتير هدايا والله بيجيبوا اللفروف كلن 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 قلوا هنه عندن علاقات معك لا تخليهن يغدوك بالشعر العربي أعشوكوك أحلمو بيك أنت حبيبي هيدا كلام ما بينصرف عند الأمريكان خصوصا عند الإسرائيليين ما بينصرف هيدا الكلام فلا تخليهن يصرف عندك لصة كتير بسيطة وإذا هنه كتير بدن يتنوره عن التفوق اللي عنده كيبي روسيا يطلعوا برات موسكو مثل مثلا من صغرتها بتروع عبات لباية أو عرشعين أو عاردة مش أبعد من ها ويشوفوا الناس كيبي يطلعوا لبره تيشخوا تيخروا ما في حمام بالبات يروح يشوفوا بعينيهم لأنه كل الشباب اللي عم نلطق فيهم وخصوصا الموجودين بالجامعات والخلص وجامعات عم بيشتغلوا بالفاينلس من أصل روسيا عم نسأل شي بيبكي إذا أنت مش هين تساعد بلادك طالما أنت مستر بوتين ومستر لفروف بتحبوا روسيا كتير هذا هالميل المصروع وحطوا عنكم ووصفوا مع هالشعاب وخليهم شيئا وخلوا كل بيت يكون في حمام بحيش بقى المرة بتطلع البره تحت التلوج نعم بالذكير كتير كون قاسي معك مستر بوتين ومستر لفروف لأنه ده مالنا مال الشعب اللبناني إردوسر ونهبو حسن نصر الله نرجع ما تخاف ننضر نلوح إيدك ونرجع لك ما تخاف شفتوهن أنتو يا وطنيين السوريين واللبنانيين كيف بيروحوا تيت زلفوا بموسكو عند بوتين لأنه مال تتدفي هلو وينو غروميكو بس وينو تروتسكي ويني هالقادة السوفييت اللي البعض منهم اللي كان عنده عقل يكتبولون يوفطاد بالساحة الحمرة ويقولولون مرحبا في موسكو ما بدي يحكي أكثر من هاك لأنه إذا حكيت كأنه غوي بنفس يعقوم بس هادي الخائر بدو شي كتير بسيطة مستر بوتين أنا رح أعمل مستشارة لشؤون الأمن المالي فراد مثلا البضاعة الروسية زدتوا كل السيارات اللي عندنما هني مغرومين فيك الأمريكية ولا الأوروبية ما بيركبوا إلا سياراتكم هني أولادهم ما بيشتروا لانش إلا من لانشاتكم و خيوطتكم يفرجوا يخيي تقولوا لانشاتكم تحبني تحبني ما بيشتروا لانشاتكم كتير بسيطة القصو شكرا ما بيشتروا لانشاتكم كلام كتير بسيط من روسيا مع أحب طبعا حسنا ما بيستحيو أريدنا الحماية كيف معطاد الأمر والسلطة ككاهن يلطقي بوسن فأخذ يحرق البخور للوسن مشاك بأمركم